مئات الزوار يتوافدون يومياً على معرض الدعوة إلى الله فئات عمرية مختلفة ومهتمون بالدعوة يتجولون في أرجاء المعرض ينتقلون من زاوية إلى أخرى يتعرفون على البرامج والأنشطة الدعوية التي تفننت في عرضها المؤسسات الدعوية المشاركة الحمد لله إقبال الطلاب خصوصاً من الجامعة بفضل الله عز وجل إقبال طيب وما كنا حقيقة نتوقع هذا الإقبال إلا أنه ما شاء الله الشباب متحمس وما شاء الله يأتون دائماً في الصباح ويأتون كذلك دائماً في المساء مواظبين حقيقة على محاضراتهم ويجمعون بين المحاضرات وبين زيارة معرض تواجد هذا العدد الكبير من المؤسسات الدعوية والخيرية في مكان واحد أوجد أرضية خصبة لتبادل الخبرات وعرض المنجزات وعقد الشراكات الأمر الذي أكده عدد كبير من منسوبي الجهات المشاركة كل يد الدعوة وصول الدين في جامعة ملقرة أقامت هذا المعرض لبيان الجهود الدعوية للمؤسسات الدعوية في منطقة مكة المكرمة وشارك في هذا المعرض قرابة 31 فرع للمؤسسات الدعوية تواجد مختلف المكاتب التعاونية هذا يسهم في تبادل الخبرات في نقل الخبرات في الاستفادة منها حقيقة في طرح البرامج والأنشطة التي يقيمها كل مكتب تعاوني نتعرف عليها ذلك لتذليل حقيقة بعض الأمور لإيصال الصورة الإيجابية والحسنة عن هذه المعرض وعن هذا المكتب الجهات المشاركة في المعرض عرضت مجموعة كبيرة من برامجها وأنشطتها الدعوية تنوعت بين مطبوعة مقروعة وبين مرئية مسموعة كما تنوعت شرائح المستهدفين بتلك البرامج والأنشطة هذه الفعاليات من معارض ومشاركات هي بمثابة الزاد لهؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل يتزودون فيه من الخير وتزودون فيه من الأفكار والمعارف التي تساعدهم في عملهم الدعوي إلى الله عز وجل مكتب إصلاح هدى يقوم على برامج نوعية لبعض الإخوة النزلاء الذين قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأمر معين وتسبب في إيقافهم فنكون في مساعدتهم من إقامة دورات نوعية لهم خاصة مثل الإخوة الذين سجنوا في قضايا الأموال فنقدم لهم دورات في كيفية إدارة المال لم تقتصر الفعاليات في هذا المحفل الدعوي على المعرض وحده فقد صاحبه ندوات ومحاضرات ودورات حضرها الكثير من الزوار وأفادوا منها صلاح عبد الشكور لقناة المجد مكة المكرمة وقطف قدنا ثمرا ترى ما فيه نواحينا حديث الدار كالأمطار